شكرا شافكي وخميس ولانا ضفنا النهاردة هو معاني وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العربي وقراءة موضعية في أهم مجاء في القمة العربية المنعقدة في الجزائر وانعكسها على ملفات عدة أبرزها الأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية وهناك أيضا تحليل لكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إليكم تفاصيل الحوار يعني الحقيقة أنا من بداية الاستقبال في المطار إلى الفعاليات اللي حادثت بالسواء كان في الأول يوم عند تسليم رئاسة المؤتمر إلى الجزائر بعدين بعد كده كلمات الرئيسية والقادة أنا بعتقد أنه المؤتمر في حد ذاته أعتبر نجاح كبير لأنه بيتم في توقيت حاسم وتوقيت حرك جدا بيتمر بالعالم بظروف كتيرة جدا مختلفة عام ما كنا نشهده من قبل وطبعا له ده كله إنعكاسات على الإقليم اللي احنا عاشين فيه مجرد الأقاد أرى ده شيء يعني أعتبر جيد جدا بالنسبة للعمل العربي المشترك كلمة فحمد الرئيس كانت تعتبر بمثابة مقاربة شاملة لأوضاع كثيرة جدا مقلقة سواء كان في الإقليم أو في العالم ونقدر نقول أن هي كانت خطوط استراتيجية مقناعة تماما ومنقد تحقيقها يعني حاجات مش مستحيلة ولكن تتطلع طبعا قدر أكبر من التدفر من الدول العربية وإقامة صف واحد يستطيع أنه هو يتبنى مثل هذه المقاربات فحمد الرئيس أعتقد أنه يعالج كل الموضوعات من ناحية أولا الأوضاع الإقليمية والمشاكل الإقليمية اللي أصبحت شبه مزمنة إلى أنه صعب بعد ذلك إلى الأوضاع في العالم كله نتيجة الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها وتدعاياتها وأعتقد أنه أدى أو أعطى القضايا فلسطينية مساحة كبيرة جدا من الاهتمام وبالتالي هذا الأمر مطلوب أننا نضع القضايا فلسطينية مرة أخرى في قمة الأولويات بالنسبة لعمل العربي المشترك لأن الحقيقة القضايا الفلسطينية كانت ضحية في 2011 وحتى الآن أنه انفقدت القدر كبير من الاهتمام الدولي والإقليمي حتى بها وبالتالي أنا بشوف أنهنا فخمة الرئيس أدى مساحة واسعة جدا من المعالجة للأمور تعتبر صعبة جدا بتواجه العالم وبتواجه الإقليم وبتواجه الدول العربية بواجه خاص وقدر أنه يحط مقاربات سليمة جدا وواضحة تستطيع الدول العربية أنها تسير على منحجها من أجل يعني وضع حلول للمشاكل المستعصية اللي احنا بنواجهها في الإقليم في المرحلة الحالية دائماً البيان الختمي بيكون فيه قدر كبير من التوافق ومحاولة الخروج بإجماع بقدر الإمكان على كل القضايا وبالتالي إذا كان مثلاً أغفل إشارة محددة لقضية ما أنا بشوف أن ده في حد ذاته يطور برضو إنجاز للعمل العربي المشترك ولكن هذا يعني أن فيه دول هتتخلى عن مواقفة السابتة والواضحة في قضايا معينة وأنا أعني بهذا طبعاً مصر مصر لها سياسات واضحة جداً في بعض القضايا قد يكون البيانة الختمية لم يضع تفاصيل فيها ولكن موقف مصر معروف وعشان كده خطاب السيد الرئيس كان وضع جداً للمعالم وقدر أنه يعني وضح الموقف المصري بشكل كامل البيانة الختمية في القمة دائماً بيبقى عنده قدر أكبر من محاولة الصمود أمام الخلافات أو الاختلافات في الرؤى أو في السيافات والخروج بقدر كبير جداً من التوافق بحيث أنه يكون هذا البيان معبر عن فكر عربي متوافق متجانس منسجم مع الأوضاع الموجودة في العالم الأمن القومي المصري مؤكد أن هذا طبعاً يعتبر يعني اتنان أصيل لمصر مصر زي ما الجميع يعلم هي واحدة الاستقرار في هذه المنطقة الاستقرار في مصر ده جزء من أمنها القومي ولكن اجتمال الأمن القومي في مصر يستدعي فكرة أن يكون المحيط الاستراتيجي أو الدائرة الاستراتيجية اللي حولين بلدنا العزيز يكون أيضاً فيه قدر كبير جداً من الاستقرار والسلام والتنمية فإذاً إحنا هذا الاجتماع وهذه القمة أكيد هيكون لها انعكاس جيد جداً على مجراءات الأمور في المحيط الاستراتيجي اللي مصر تقع فيه منتصفه وبالتالي هذا هينعكس إيجابياً على الأمن القومي المصري بشكل كبير جداً في الفترة القادمة الأمن القومي المصري دائماً يبدأ من خارج حدودها ودائماً ننظر إليه من خارج حدودنا ولكن في النهاية ما يجري من محاولة لوضع حلول سلمية في المحيط الاستراتيجي اللي احنا بنعيش فيه ده في حد ذاته بيكون لها انعكاس إيجابي على أمننا القومي وبيؤدي فعلاً إلى تعزيز هذا الأمن داخل مصر وده بإضافة إيجابية لفكرة الاستقرار في الدولة المصرية يعني الحقيقة الأمن القومي العربي يعني مهدد في صيغتين الصيغة الأولى اللي هي الخلافات العربية العربية والصيغة الثانية التدخلات الإقليمية في الشأن العربي وبالتالي مثل هذه الكمة أعتقد أنها نجحت في أنها تهدئ كثيراً من الخلافات العربية العربية وفي نفس الوقت أظهرت أن الأمة العربية هي نسيج واحد يستطيع أن هو يواجه تدخلات الإقليمية في شأنها ويستطيع أن هو يضع من الخطط والاستراتيجيات التي تتعامل مع هذه التدخلات وبالتالي تأثير القمة على الأمن القومي العربي أعتقد أنه يكون في هذه القمة بالذات له تأثير إيجابي كبير نتيجة أننا عالجنا موضوعين أساسيين وهما التدخلات في الشأن العربي والخلافات العربية العربية أيضاً في القمة خاطبت ثلاث أسس أو ثلاث مشاكل أساسية أصبحت مسائطرة على الأوضاع في العالم دلوقتي اللي هي أمن الغزاء وأمن الطاقة وأمن المياه وأعتقد أن القمة أيضاً قدرت أنها تخاطب هذه المشاكل بشكل جيد حتى لو لم تكن الحلول معلنة ولكن على الأقل هناك فكر استراتيجي واحد لمعالجة الثلاث أساسيات اللي موجودين في حياتنا الآن بعد الحرب في أوكرانيا وبالتالي في المجمل هنلاقي أنه الأمن القومي العربي يعني أصيب بنجاح إلى حد كبير في هذه القمة نتيجة المعالجات اللي تمت سواء كان عن طريق معالجة الخلافات الصناعية العربية العربية أو تدخلات في شأننا وأيضاً مخاطبة القضايا الأساسية اللي هي موجودة الآن بشكل ملاح اللي هي أمن الطاقة وأمن المياه وأمن الغزاء بالنسبة للعراق وطبعاً هذا الموضوع مهم جداً العراق دولة أساسية في منطقة العربية فخامة الرئيس بدأ لقاءاته الصناعية بلقاء مع الرئيس العراقي الجديد ودي يمكن تكون أول مقابلة بينهم وبالتالي أنا بشوف أنه حتى في البيان الختامي اللغة التي استخدمت بشأن العراق أعتقد أنها كانت لغة رصينة وفي نفس الوقت كانت بتعالج أساسيات موجودة في المجتمع العراقي ولكن العلم العربي أظهر أنه مع العراق وأنه يجب أن يعود العراق مرة أخرى إلى الحضن العربي في الفترة القادمة إذن إحنا معالجة الأوضاع في العراق أعتقد أنها تمت بشكل ممتاز في البيان وحتى في استقبال الرئيس الجديد ورئيس الوزراء كان معاه العراقي وبالتالي أنا بشوف أنه هذا الأمر أصبح فعلا محل اهتمام من الدول العربية وهذا أمر واجب فضية فلسطينية لها مساحة واسعة جدا فخامة الرئيس هتفتح السيسي أيضا وعوضع بجلاء أن القضية الفلسطينية هي الاهتمام الأول بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية ونظل على المساندة الكاملة للشعب الفلسطيني في كل أحواله وفي كل تطوراته وفي كل مساعيه لتحقيق حلمه في الوطن أو في دولة فلسطينية وأرى أنه معظم الكلمات اللي تمت وأيضا بين الختامي أعتقد أنه كانت فيه معالجة جيدة جدا للأوضية فلسطينية وأيضا التمسك ببطرة السلامة العربية إذن إحنا أمام طرح خاص بالأوضية فلسطينية ولكن بالتمسك بالأساسيات والقوانين أو القرارات الدولية وفي نفس الوقت أنه العالم يجب أن يظهر تأييد أكبر للدولة الفلسطينية والقضية الفلسطينية وحتى مساعي تواجدها في الأمم المتحدة واعتراف بها كدولة كعضو في الأمم المتحدة بشكل كامل أعتقد كل هذه الموضوعات تمت مقبطها في البيان الختامي وكان واضحا في كلامات القادة بشكل كبير جدا بنشكر السفير محمد العربي على اللقاء